دايما بعد ما لا يشجع خلد النادي الأهلي بيروح لهذه المنطقة لكسر استقرار النادي الأهلي ولكن ده لا ينفي أنه طبعا ما فيش فريق في العالم ما فيهوش مشاكل ولكن كيفية حل المشاكل من خلال إدارة محترمة ومحترفة بوسر كابتن الأهلي ترند في حد ذاته اكتب كلمة الأهلي هتطلع ترند على طول أي خبر أي معلومة أي شبه معلومة هتيجي ورا كلمة النادي الأهلي أو قيمة النادي الأهلي خلاص انت ضامن أو عارف أن الموضوع ده هيوصل دي جزئية بحاول حسن النية وسيئة أنه يستخدمها حسن النية بيدور طبيعي نادي الأهلي أكبر نادي في المنطقة أكبر نادي مش بس في مصر ولا في أفريقيا في المنطقة كلها وبالتالي انت بطبيعة شغلك انت عايز برضه الخبرية حتى عايز تشتغل خبيريا عايز تجيب أخبار عايز تتكلم عايز تعرف المشجع الأهلاوي اللي بيدور مش كل اللي بتقال في الإعلام الرسمي أو مش كل lane solche يدور داخل النادي الأهلية هو اللي بتقال في الإعلام الرسمي وده المطلوب على فكرة طبعا ده دورنا مش الإعلام الرسمي هو اللي بيطلع كل أخبار الفريق وكل أصرار الفريق في الدنيا. إنما أنا بتكلم عنه مين؟ حسن النية. اللي بيدور على الخبر. علشان برضو جمهورة كنت أصلا عنده شغف كمان أنه يعرف. طبعا. بدل ما يروح ناحية تانية. أو يروح لسيء النية وياخد منه الخبر. بيروح لحد أنه واثق فيه. ويقدم له المعلومة. على النقيد بقى سيء النية بقى بياخد الأخبار دي كلها. وياخدها في السكة اللي هو عايزة. فتلاقي مثلا لو أنت بتكلم أن طبيعي أن عقد دي موسماني سنة خلص سنة. فالطبيعي إن أي حد بيفكر أنه ممكن يكون فيه تفكير مستقبلي خلال الفترة اللي جاي. أن أجادك دي موسماني مثلا أو أشوفوا الأمور هتمشي ازاي. ده طبيعي. فهتبدأ عندك. الطبيعي دايما بتلاقيه راح لمرحلة تانية. ده أصدك يعني. بالضبط.